بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 7 part 4 details of reinforcement for frames منتكلم في الجزء دوات على تسليح الفريمز طبعا احنا عارفين الفريمز هو اساسا عبارة عن كولم عمود وكاميرا شكل الكاميرا دي عامل ازاي او العمود لكن في الاخر هو بيبقى في كولم وفي كاميرا العمود ليه التسليح بتاعه والكاميرا ليه التسليح بتاعها وده مثال عندي على تسليح الفريم بالاركام بمعنى انه تعمله ديزاين وحسبنا التسليح بتاعه طيب عندنا شوية ملاحظات لازم نراعيها اثناء التسليح بتاع الفريمز لو انا بتكلم على يعني ده فريم اصلا عامل كده بالشكل دوت انت حسبت التسليح بتاعك لما تيجي ترص التسليح ما يصحش ان السيخ دوت يبقى مستمر بالشكل ده لان في الحالة ديت ده التنشن فورس دي المحصلة عندك المحصلة دي بتضغط على الجزء دوت فبيحصل فيلير في القرصانة طيب الحل ايه او التسليح في الحالة ديت لا انت السيخ دوت يبقى جزئين ادي جزء اهو وفيه الجزء التاني زي ما انت شايف طيب المسافة اللي بيدخلها جوه الكاميرا كام هي الدي اللي هي الديفيربينج لينز لو عملت التسليح بالطريقة ديت يبقى الجزء ده مش هيحصل فيه الكراشنج للخرصانة طيب نفس الكلام هنا ده فريم بشكل تاني مختلف ولكن برضو فيه كاميرات الكاميرات ديت عندك ميلة فلو انت عملت التسليح بالشكل دوت بمعنى ان بقى عندك سيخ واحد هيبقى فيه المنطقة ديت فيها كراشنج فزا ما بقولنا بنعمل في الحالة ديت التسليح بشكل مقص عندي والمسافة دي اللي هي الدي وده مهم جدا ان المسافة اللي تمتد داخل الكاميرا التانية هي عبارة عن الدي ده المينيمم يعني ممكن ازود لكن ما يقلش عن القيمة ديت وإلا في الحالة دي يبقى ما عملناش حاجة وفي يرجع يبقى فيه كراكينج في المنطقة اللي موجودة بين السخين طيب لو انا عندي فريم بالشكل دوت زا ما احنا شايفين ده توزيع المومنت اللي عليه لو جينا شفنا ديت وعملنا الحديد بالشكل ده ده فاتل مستيك ليه فاتل مستيك لان المنطقة دي هيحصل فيها كراكينج طيب ممكن نحل ازاي بمعنى ما تاخدش السيخ جزء واحد طيب نحل ازاي بنعمل حاجة اسمها كرافاتة بالشكل دوت او نعمل مقص وقلنا ان المسافة ديت هي عبارة عن الدي اللي هي ديت حلول كلها لو عملناها يبقى انت حطيت الحديد بتاعك بالشكل السليم وفي الحالة دي بتتفادى حدوث كراكينج في الخرصان طيب لو احنا عندنا هونش هنا بمعنى ان الديبس عند الصبورت بيبقى اكبر من الديبس في منتصف الكاميرا في الحالة ديت لو انت عملت التسليح بالشكل دوت هيحصل عندك مشكلة ليه لان برضو دي المحصلة بتاعتك هتضغط على الخرصانة هنا هيحصل فليا طيب الحل ايه انك تستخدم المعص وبالتالي يبقى في الحالة ديت مش هيحصل عندك ان المحصلة تبقى مركزة في المنطقة ديت بس تخلي بالك وانت بتقطع الحديد ان المسافة دي ما تقلش عن الدي اللي هو الديفيلوينج لينز وده طبعا بيعتمد على نوع الخرصانة وعلى نوع الحديد وعلى الديامتر بتاع الحديد اللي انت بتستخدمه طب لو احنا عندنا كانتليفر والكانتليفر دوت عليه كونسنتريتد لود بنقول لك خلي بالك هنا هيبقى عليه الشير الشير القيمة بتاعته بتزيد فلو سلحته بالطريقة العادية الكلام ده غلط وممكن يسبب لك ان الكنتليفر دوت يحصل فيه كراكينج في الجزء ده طب الحل ايه الحل ان احنا نستخدم كنات الكنات ديت زي ما احنا شايفين ايه اللي هي بنسميها الشير دينفورسمنت بالشكل دوت والحاجة التانية ان احنا بنكسف الكنات داخل العمور بيحصل عملية تكسيف للتايز يبقى انت عندك حلين انك بتستخدم كنات افقية وفي الحالة ديت العمود اللي عندك لازم تعمله تكسيف للكنات داخل العمود يعني المسافة لو في الجزء ده اس لها المسافة هنا تبقى اس على اثنين طب لو انا عندي كاميرا والكاميرا دي فيها فتحة نتيجة انك انت حيبقى في مجموعة من التجهيزات حتعملها في الكاميرا دي لو انت عملت الفتحة وما عملتش الاحتياطات بتاعتك اللي حنتكلم عليها هيحصل عند الكورنر هنا في كراكنج نتيجة تركيز الاجهادات اللي موجود عند الكورنر طب نحل المشكلة ديت ازاي نيجي حوالين الفتحة في مسافة الهي دي على اثنين من الناحيتين بنعمل تكسيف للكانات في الجزء دوت المسافة دي هي دي على اثنين بنخلي المسافة دي اس على اثنين ايه هي اس؟ يعني بعيد عن الفتحة المسافة بين الكانة والتانية هي اس يبقى في الجزء ده هو اس على اثنين وبالتالي تمنع حدوث الكراكنج عند الكورنرز اللي موجودة حوالين الفتحة طيب لو انا عندي عمود خارجي وفي كاميرا متصلة بيه ده في حالة الكستيريار كولمب لو عملت التسليح والكلام دوت حيسبب لك الكراكنج في الكاميرا اللي موجودة طب الحل ايه؟ ان احنا نستخدم في كنات الكنات ديت بنعمل لها عملية تكسيف التكسيف دوت زم انت شايف سواء في الكنات افقية او كنات رأسية المسافة ديت بتبقى اس على اثنين حيث اس هي المسافة الطبيعية بين كل كانة والتانية في منتصف الكاميرا لو انت عملت الكلام دوت حتمنى حدوث الكراكنج في الكاميرا اللي عندها اشتركوا في القناة